اشتركوا في القناة مقرر اسمه database 2 انتو خدتوا السنة اللي فاتت database 1 قواعد بيانات واحد احنا ناخد السنة دي قواعد بيانات دين طبعا علشان تبقى عارف هذا الكورس معتمد تماما على اللي خدتوه السنة اللي فاتت database 1 فحاول خلال الفترة دي بسرعة ترجع لمراجعك والمصادرك اللي كنت بذكر منها عشان تفتكر database 1 واحنا نعمل برضو خلال المحاضرة دي والمحاضرة الجاية مراجعة سريعة على اللي خدناها السنة اللي فاتت في database 1 ايه بقى اللي هناخده السنة دي في database 2 ده المحتوى بتاعنا في database 2 اللي هناخده مع بعض السنة هناخد مبادع عامة لنظم قواعد بيانات وهناخد البيئة بتاع نظم قواعد البيانات اللي هي اسمها database management system قواعد ادارة البيانات نظم قواعد ادارة البيانات هناخد برضو مع بعض السنة دي كمراجعة النموذج البيانات العوائقية اللي خدناها السنة اللي فاتت اللي هو relationship والحاية اللي هي وردو ناخد عليها من بجعة السنة دي ازاي نصمم قواعد البيانات وازاي نخطط الكينات اللي هي زي مقلنا مع بعض ال relationship diagram او R D او مخطط قواعد مخطط علاقات البيانات هناخد بصرعة كده مفهوم لقواعد البيانات التصميم بتاعها المنطقي والنمزج بتاعها هناخد برضو السنة دي مع بعض حاجة اسمها normalization او التطبيع اللي فيه بتحاول تخلي database تبقى افضل processing افضل معالجة تبقى اسرع تتجنب المشاكل بتاعها الموجودة في database اللي انت يمكن حسيت بيها السنة اللي فاتت تتجنب التقرار تتجنب الحاجات اللي زي كده لان طبعا من دون اهم وظائف ال database هو انك ما تكررش بيانات مش تقض بيانات في اكتر من حاجة بعد كده تجي تعدل تعدل في حاجة وحاجة لا فيحصل مشكلة اهم جزء هناخده سواء نظري او عملي هو لغة قواعد البيانات اللي اسمها SQL اللي هي لغة الاستعلام الهيكلية دي هناخدها نظري وعملي في المعامل والمعامل السنة دي مهمة جدا عشان تقدر تعرف البرمجة بتاعة ال database وهو طبعا ده ابسط نوع من انواع البرمجة اللي هناخده مع بعض السنة اللي هو ال SQL بكل انواعه هناخد ال SQL كل انواعه زي ما خدت قواعد البيانات السنة اللي فاتت على المايكروسوفت اكسس بداية من انشاء قاعد البيانات لحد ما تحط بيانات لحد ما تحط لها حكول نفس الكلام هنعمله بس بالبرمجة اه هناخد معا كده ازاي نأمن قواعد البيانات ازاي نحاول نعمل لها تأمين وازاي نعمل قواعد بيانات على الانترنت او الشبكة العين كودي طيب الدرجات السنة دي بقى انزمها اول حاجة متقسم لقسمين اساسية اول قسم امتحان اخر السنة امتحان اخر السنة عليه 65% من الدرجة اذا افترضنا الدرجة 100% فاخر السنة عليه 65% الخمسة وتلاتين في المية تتقسم على ازاي كنا ناخد مع بعض امتحان اه متر هناخد علي جزء امتحان العملي هناخد علي جزء اعمال السنة هناخد علي جزء حيث المجموع في الاخر يبقى 100% نبدأ بقى مع بعض نراجع كده اللي خدناه السنة اللي فاتت فيه اول حاجة ايه هو مفهوم كواعد البيانات ايه هو مفهوم كواعد البيانات كواعد البيانات هي تنظيم منطقي يعني ايه تنظيم منطقي يعني لازم تكون حاجة موجودة في الطبيعة عملها قاعد بيانات ما عملش حاجة خيالية وارتبها بترتيب منطقي برضو بارتباش ترتيب كده اي كلام فتبقى الاوتبود بتاعك اي كلام لا انت بترتب الموضوع وبتنظمه تنظيم منطقي اهم حاجة تحاول لما تصمم اي قاعد بيانات تصممها على اساس انك ما تكررش دخول البيانات مرتين او تلاتة ما تكررش لان لو قررت بقى فقادنا اهم وظيفة لقواعد البيانات وطبعا التكرار هيقدي لوجود مشاكل لان لما تيجيت بعد كده تعمل استعلام هيجيب لك انه فيهم هيجيب لك اللي انت حطيته في مكان المياه ولا في مكان تاني ولا في تاني او هكذا فايزا من اهم وظائف اي قواعد بيانات في الدنيا انك ما تكررش البيانات اتحطها مرة واحدة وتطلقها باي شكل الاشكال بعد كده طيب قواعد البيانات هي ايه اول حاجة في قواعد البيانات اي قواعد البيانات المفروض على المستوى بتاعنا انها مجموعة من الجداول مجموعة من الجداول مجموعة من الجداول طبعا نشاول امثلة كتير دلوقتي علشان احنا لسه في الاول فافترض انها مجموعة من الجداول اي جدوة الخدانية بيبقى لي كده الصف الاول مكتوب العنوان بتاع الحاجات اللي انت هتخطها يبقى اذا قاعد البيانات هي مجموعة من الجداول بس طبعا الجداول دي لازم يكون لها علاقة بعضها يعني ما تجيب ليش حاجة حاجتين بيمرومش علاقة ببعض انت بتعمل قاعد البيانات لحاجة معينة يعني مثلا بتعمل قاعد البيانات للمعهد اللي انت فيه ما تجيب ليش جدول عن الطاقس مثلا عن درجات الحرار انا هعمله ايه هنا في موضوع زي ده فانت فانت بتعمل قاعد البيانات هي مجموعة من الجداول الجداول دي لازم يكون لها علاقة ببعض فمثلا جدول يبقى تبع الطلبة جدول يبقى تبع لها علاقة التدريس جدول يبقى تبعه اي حاجة تبعه لازم هذا هو معنى جدول قاعد البيانات تكون مجموعة من الجداول كل جدول بيتكون من مجموعة من السجلات اللي هي الصفوف فديه سجلات ممكن بسميها بالانجليزي ممكن بسميها برضو يعني صفوف كل ده ممكن في طبعا الاسماء تانية بس دي اهم اشغل الاسماء حسب البنوع اللي احنا اشتغل عليه فبازا اي صف من دول اسمه سجل اي صف من دول اسمه طب العمود اسمه ايه العمود اسمه ايه اسمه حقل او فيلد او كولم عمود برضو حق او فيلد او كولم عمود عمود العمود او الحق بيتكلم في موضوع معين يعني اذا سميت الحق لده اسمه الطالب يبقى هنا كل اسماء الطالب يبقى هنا كل ارقام الطالب يبقى اذا كل عمود او كل حق بيتكلم في حاجة محددة لكن كل اسجل بيتكلم عن الموضوع ككل لحاجة معينة لطالب معينة لما قوله اسجل بتعطله اللي اسمه رقمه عنوانه حسب بقى ايه الجدول اللي انت شغال عليه باذا احنا اخذ ده كان مفهوم لحد الوقت قاعدة البيانات عبارة عن مجموعة من الجدول جدول واحد جدول اتنين طبعا اي جدول بلي اسمه زي ما احنا عارفين السنة للفات كل جدول بيتكون من مجموعة من السجلات سطور صفوف زمية زي ما انت عايز كل جدول برضو بيتكون من مجموعة من الحقول كل حق بيتكلم عن موضوع واحد لكن كل السجل بيتكلم عن كل المواضيع تبع حاجة واحدة تبع طالب واحد معينة السجل ده عامل زي الملف اللي انت جيت قدمته هنا في المعهد الملف يبقى في ايه اكيد في اسمك اكيد في تاريخ ميلادك اكيد في اي انكان شوية معلومات عنك عنوانك تريفونك ده السجل ده زي الملف اللي انت قدمته في المعهد طبعا المعهد بقى يلبقوا الكلام ده كله يعملوا في بيتاتا بيز طيب في مفهوم تاني اسم فهارس ده برضو خدناه مع بعض الانديكس الانديكس ده الانديكس هو نوع من الجدول هو جدول في الاخر هو جدول هو جدول في قيام الخقول هو بيترتب ترتيب معايد يتصعودي يتنازلي يعني انت ممكن تكتب في الجدول البتاعك زي ما انت عايز يجي تفعل السياد سواء تصعودي او تنازلي تمام فاحنا ممكن مسلا نرتب اسماء الطلبة الالف يبدأ الاول فالباء فالجين فالدالب او نبدأ بالعكس من اخر حرف وننزل وهكزا كل فهرس كل فهرس لازم يكون في حاجة اسمها مفتاح اساسي يبقى كل فهرس في لازم يكون في حاجة اسمها مفتاح اساسي كل فهرس جدول لازم اه لازم لعلشان نقدر نعرفه بعد كده خده مع بعضه برضو السنة اللي فاتت حاجة اسمها الاستعلام او كويري استعلام ايه اللي استعلام ده انا حطيت بيانات حطيت اسماء الطلبة كلها لكن انا عاوز استعلم عن طالب معين عاوز استعلم عن طالب معين عنوان وايه رقم وايه فانا اعمل استعلام عن هذا الطالب فالاستعلام هو بيجيب لي جزء من الجدول ايا كان بقى ممكن سجلين ممكن حقل حقلين سجلين تلاتة ايا كان ممكن الجدول كل عامل استعلام عالجدول ايه المشكلة فيش مشكلة في الحاجة اللي بعد كده اخدناها برضو اسمها الفيتر او عوامل التصفير دي ايه ده شرط شرط معينة حطي شرط معين على قعدة البيانات احط شرط معين على قعدة البيانات بحيس يطلع لي نتيجة تبقى لهذا الشرط عاوز اسماء الطلبة اللي جايبين امتياز يبقى هنا طبعا فيه تأدير الطلب في حقلز متأدير يبقى يجيب لي اسماء الطلبة اللي جايبين امتياز اسماء الطلبة اللي اول حرف فيهم الف مثلا وهكذا اسماء الطلبة اللي موقعين في مكان معين لو كان عندي العنوان الجدول ده اللي في قهنة البيانات ده بيتخزن عندك على الهارد ديسك او على اي وسيل التخزين لازم اه لازم ده الجدول يبقى الجدول ده ما ده قلنا جدول يبقى لازم يتخزن على اي وسيل التخزين هارد وير اسوأ هارد ديسك بقى اسوأ خلاشة اي حاجة زي ما انت عاوزينه طب نفرد انا بقى يعني عاوز اعمل حاجة كده سريعة ومش عاوز اخزانها عاوز اشوف جزء من البيانات ايقى ده مش اسمه تيبول لا يبقى اسمه يبقى التيبول ده متخزن في ايه في الهارد بتاعه لازم عشان تقدر تحفظه البكرة ولا البعض ده ده بيزي بنستعمالها لهم لكن الفيو ده حاجة متشوفة ازا قلتك خلاص ما انتش عايز خلاص تتحطي كده بحاجة اسمه الرام اللي خدته سنة اولة الفيو ده بتحط في الرام اول ما الرام تفضل الفيو بيتشال منها فده الفيو ده عار مؤقت بالبيانات زي ما خدنا برضو السنة اللي بات وهناخده السنة دي بس هناخده في السيكول مش هناخده في اللغة اللي احنا اخدها مع بعض فالفيو تفرق عن التابل التابل حاجة تتحط تتخزن تتحفظ تتحفظ عندك على الكمبيوتر اي ان كان مسيلة التخزين لكن الفيو ده حاجة حاجة تخيلية حاجة ممكن تستعمل مع الفيو فرق اه ما هو طبعا ما انت عاوز تستعرض مثلا جزء من البيانات دي تستعرضها تشوفها بس وخلاص تشوفها وشفتها وعرفت انت عايزه وبش عايزها بعد كده تمام فده الفيو ده الفرق الكبير بين التابل والفيو طبعا هناخد بعد كده مع بعض فرقات تانية كتير ايه خواص قواعد قواعد البيانات ايه الخواص بتاع قواعد البيانات اول خاصية زي ما قلتلكم قبل كده لازم بتتكلم عن موضوع حقيقي يعني ايه موضوع حقيقي يعني انت بتتعمل قواعد البيانات اللي معها حاجة موجودة في الطبيعة حاجة موجودة في الطبيعة حاجة لها معنى حاجة لها معنى يعني مش تجيب حاجة تخيلية ولهن اللي نعملها قواعد البيانات اه في حاجات بتعمل كده بس احنا مستوانا هنعمل حاجات في موضوعات حقيقية. عشان نقدر نبقى فاهمين. تاني حاجة بيتم تخزينها وتصميمها من اجل الغرب ده. من اجل هذا الغرب. قاوة البيانات تحتوي على اسجلات كتيرة جدا. حسب ايه? حسب البرنامج. يعني برنامج لحدود في عدد السجلات. برنامج لحدود تانية. كزا في كزا نوع من السيكوال سيكوال عادي وسيكوال سيرفر وكزا كل حاجة ليها حدود في عدد السجلات وهو عدد البيانات اللي فيها. قاعدة البيانات ممكن ننشأها لده واحد ولا كلام سيكوال او قلم واعملها زي زمان ما كانوا بيعملوا. هو يعني قاعدة موجودة من زمان بس كتحال وراء. واحد يقول لك انا اعمل جدول في اسماء الطالب. طور عمراء موجودة. من قديم الازم. لكن ممكن اعملها على الكمبيوتر اه هونك تستعملها سواء بالاكسس او بالاوريكل او بالسيكوال زي ما هناخد مع بعض. طيب نفرد عندي كواعد بيانات كتيرة طبع موضوع معين. كواعد بيانات كتيرة طبع موضوع معين. ازاي ربط بينهم? ازاي يادرهم? اه ازاي يادرهم? اه يلاقي حاجة يجاب نتكلم على حاجة اسمها data base management system. نظام ادارة قواعد البيانات. data base management system. الكلمة دي مهمة جدا انك تبع عارفها وعارف اختصارها لان غالما بعد كده بنقول بنقولها بالاختصار دي بي ام اس. تبع عارف معناها ان هي data base management system. طيب. بما قلنا بقى فيها لو مش عارف بالكمبيوتر وفي ايه? فعايزين نعمل مقارنة كده. مقارنة قواعد البيانات والنزمة الملفات التقليدية بتاع زمان. اول حاجة الوصف الزاتي للبيانات. يعني قواعد البيانات بتحتوي على ايه? على بيانات. وصف البيانات دي. فيها فهارس. فيها حاجة اسمها meta data. ميتا data يعني ايه? ميتا داتا يعني data about data. يعني data بتوصف data. data بتوصف data. بعد كده ان سميها او السنفات اتخدناها اسمها data decanary او قانوس البيانات. قانوس البيانات في ايه? في data بتوصف البيانات بتاعتك. يعني ايه data بتوصف البيانات? يعني اسم الطالب ده طول عمره هيبقى حروف. لا يمكن يكون اسم طالب فيه ارقاب. فاقول ال data بتوصف اسم الطالب ان الحقل اللي اسمه. اسم الطالب طبعا نخلي بالكو احنا ده بيبقى بالانجليزي. بس ما عليش ناخده دولوقتي عارب. فاسم الطالب طول عمره text. نصي. ماينفعش ارقاب. فال data decanary يقول لنا ايه? ان الحقل اللي اسمه الطالب ده? اللي اسمه اسم الطالب ده? ده ايه? ده نصي. رقم الطالب هفطالك برضو. انه نصي. تليفونه نصي. كل دي يقول رقمي نصي مثلا. عارب زي ما هنتشوب عن شوية. فازن في حاجة اسمها الوصف الزاتي للبيانات. اللي احنا سميناها قبل كده data decanary. قاموس البيانات. اللي بيبقى فيه حاجة اسمها data about data. وكلمة data about data بنسميها في العلم متى data. تاني حاجة في المقارنة الفصل بين البرامج والبيانات. الفصل بين البرامج والبيانات. البرامج ملهاش دعا بالبيانات. البرامج معمولة علشان بعد كده حط عليها البيانات او ما تحطش التحارم. فاذا البرامج لا تحتوي على data decanary اللي هو اللي يسموه دي دي اختصارا. لا تحتوي البرامج اطلاقا على اي وصف البيانات يا ملأ. الحاجة التالتة المشاركة في البيانات. واني قدر اتعامل معها اكتر من متخصص او اكتر من مستخدم. فالقواعد البيانات لما بتكون على جبكة مثلا ممكن اكتر من واحد يشتغل على نفس القاعدة. بس طبعا الكلام ده محتاج برمج كزونات وتصريحات زي ما هنتكلم بعد كده في الشابتر الخاص بامن ايه قواعد البيانات. ايه الوظيف بتاع قواعد البيانات ده اي قواعد البيانات بتعمل ايه? بتطيف بيان تضيف هتضيف سجل للطالب هتضيف رقم هتضيف ايه هتضيف هتضيف بيان جديد او تعزف بيان قديد لاي سبب او تغير بيانات موجودة بيانات موجودة اتغيرها او تعمل بحث عن معلومة او عن بيانة او تلتب البيانات دي او تعرضها في شكل تقارير منظمة كده يعني حاوز تعرض اسماء الطلبة ايه اللي جايبين امتياز تعرضها تعرض لك اسماء الطلبة او تحسب مجموعة مجموعة الطلبة اللي جابه امتياز كام ومجموعة الطلبة اللي جابه جايت جدا كام وهكسب تحسب لك مجموعة ممكن تحسب لك متوسط متوسط درجات الطلبة السناء دي كانت كام متوسط حسابي مطلب تعالوا بينا بقى نشوف البيانات دي حكايتها ايه وانواعها ايه وايه اهم خصائصة عن كانت بينا بطريقة عامة لان احنا السنة الفاتح تكلمنا باكسر تفصيلة بس احنا بالراجع بس اهم هناخد كده خصائص الحكول الحكول اللي قلنا هي ايه بقى الاعمدة زي ما كان موجود اسم الطالب ده عمود حق هناخد اهم خصائص الحكول كلها كده على بعد بعد كده نمسلكم حكلا حكلا نشوف خصائصه ايه ازا فضوة يبقى هنا من اهم خصائص الحكول بصفة عامة هي ايه اول حاجة وحاجة مهمة جدا اسمها حجم الحقل ايه حجم الحقل ده بيبياني عرض او عدد الحروف مثلا لو هو حرفي عدد الحروف اللي هتبقى موجودة في هذا ايه الحقل مثلا ازا كان الحقل اسمه اسم الطالب مثلا عرض الحقل كده هتشوف اكبر عدد ممكن للحروف لاسماء الطالب هفترض مثلا انه هنتكلم على حجم الحقل فلو هقول مثلا انه خمسين انت بقى تشوف الاسم محمد محمد شاعة جدت انتشوف الاسم تعود تعدد الحروف وتشوف اقصى عدد معين ليه هو بيسمح لكامل في الاكسس مسلا كان بيسمح ل ماتين خمسة وخمسين حقل تمام فانا هفترض بقى انا محطت الحجم ده مفضل انا محطتش الحجم اللي هو الخمسين ده هو هو اللي بحطه كان متين خمسة وخمسين لو انا بقى عندي عندي طلبة هفترض مثلا عشر تلاف هتضرب عشر تلاف متين خمسة وخمسين لو انت نسيب تحط حجم الحقل ده شوف ده كان رقم كبير جدا غير لما تضربه عشر تلاف خمسين كل ده حجم بيستغل او بيستنفز من وسيلة التخزين انت بت ايه بتخزن عليها يعني افترض مسلا انت في الرقم القوي انت عامل لمية مليون مواطن لو جي الرجل اللي بيستغل امتعة البيانات دي ومحطش اميت مليون في متين خمسة وخمسين لكن اصلا الرقم القوي كان اربعتاشر يبقى انت هتحطه اربعتاشر غير لما تحطه متين خمسة وخمسين تمام انت بتضرب في ميت مليون بقى ففرق رهيب جدا في الحجم فالحجم ده شئي المهم جدا انك هتحدده بكل ده وعليه دراسات في بعض الاحيان تاني خاصية مهمة هي التنصيق التنصيق ايه التنصيق ده بقى هنحدد التنصيق التنصيق يعني احنا هتخلي الحقل ده مسلا الكتابة بتاع طلونها احمر او بولج او ايطالك ميل او ايا كان التنصيق اللي انت عايز بتدي شكل للحقل مختلف عن اللي انت معتاد عليها الحاجة اللي بعد كده المنازل العشرية يعني المنازل يعني عدد الارقام العشرية خاصة في الحقول الرقمية عدد الارقام العشرية عدد الارقام العشرية يعني ان عايز خمس ارقام عشرية عايز رقمين لو بنكلم في الفلوسي بقى كفية رقمين لو بتكلم بقى في حاجة كيميائية حاجة مش عارف ايه ممكن تقبل فما فيش داعي انك تحط وخلاص لأ لازم تبقى حمحدد عدد الارقام العشرية بعد كده الانبوت ماسك وده ازا فاض وقت النهاردة هنتكلم فيه بتفصيل اه فقناع الادخال قناع الادخال الانبوت ماسك الانبوت ماسك ده انا عاوز ادخل في الحقل ده حروف بس حتى لو اليوزر دخل ارقام هيرفق عاوز ادخل حروف كابتل يبقى يدخل حروف كابتل بس ده باستعمال الامر بتاع كناع الادخال يكبر اليوزر انه يدخل بشكل معين حتى لو كتب وهو مسلا قلت له يا كناع ادخال خلي نحق له ده يكتب كابتل كله اليوزر بس مولا هيتبها له كابتل لو كتب ارقام ما هيتبهاش ممنوع وهكزا نفض انت برف كناع الادخال قلت له انا عاوز ارقام فقط يبقى اليوزر مضطل ان اكتبه ارقام فقط لو كتب حروف ما هيفهم ما هيفتبهاش وهكزا ونشوف مع بعض لستة كبيرة لو كناع الادخال لما نيجي نوصم بعد كده التسمية التوضحية بالاليس بالانجليزي التسمية التوضحية دي انت مسلا لما بتيجي تصمم قعدة البيانات بتخلي اسماء الحقول لازم بالانجليزي انت كمصمم انت كمصمم لكن اليوزر ما يعرفش الانجليزي يبقى لازم تدينه تسمية يفهمها فانت كمصمم هتكتب ده اتنين لكن اليوزر هيستخدم الاسم العربي الاسم العربي ده لا يستخدم في التصميم ده كانت استخدم ده في التصميم لكن انت عاوز اليوزر يشتغل بده وده حقك يبقى ايه التسمية التوضحية ده يسمع باختيار عنوان للحق نجي اسمه اللي انت بتصمم بيه طيب فيه كمان خاصية اسمها القيمة الافتراضية الديفولت فاليو الديفولت فاليو ده ايه بقى الديفولت فاليو ده الوضع قيمة ابتدينه حق ليه يعني ايه يعني لو في حد فيكم بيعرف يكتب على الورد اول ما بيفتح الورد يلاقي مسلا اند الفنت حجمه اتناشر ده اول تحت الورد تلاقيه تيجي تكتب يكتب الاتناشر لحد ما تتغيره بمزاجه تكبره تصغيره زي ما انت عاوز بس اول ما تفتح البرنامج يلاقي ديفولت فاليوز او قيم افتراضية لمعظم الحاجات فدي اسمها ديفولت فاليو لو اول ما يدخل على البرنامج يلاقي قيم موجودة اصلا القيم دي من حق يغيرها من حق يغيرها بس انت لازم اي برنامج لما يفتح لاقي ارقام او قيم افتراضية يعني نفرض انا مثلا معظم الناس عندي في اسماء الطالبة من مصر فاجي اكتب في حقل اسم الدولة اقعد هناك والمار اكتب مصر 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 طب وليه تم خليها قيمة افتراضية فهو يجي اي اسجل يفتح تكتب اسم الطالب تلاقي كلمة مصر اوتوماتيك قدامه نفرض واحد بقى من اجل الحص مش مصري اه تكتب اسمه وضغيب كلمة مصري الاسم الدولة بتاعه الجنسية بتاعته اي هنجان فالقيم الافتراضية هي قيم انت بتفتح البرنامج تلاقيه موجودة ازي ما بتدخل على الورد تلاقيه اللون اسود الكلام اللون اسود بس عاكين انت ممكن تغيره فاللون الاسود هو قيمة افتراضية حجم الفونق قيمة افتراضية وهكزا هتلاقي القيمة افتراضية في معظم البرامج موجودة وانت افضل انك تقطها لانك هترايح نفسك لما تيجي تدخل بيانات بعد كده وهترايح المستخدم ليستخدم القادر طب نفرت انت مثلا قلت له انا عايز الحقل ده يبقى ارقام فقط تقنع الادخال واليوزر ده كتب حروف فلازم تقول له حاجة تقول له حاسب يا يوزر انا عاوز ارقام مش عاوز حروف ما يبقى من قاعدة التحقق من الصحة انك تقول له تدينه رسالة انه ياجب في هزا الحقل انك تكتب ارقام فقط ما تكتبش حروف او هكزا فدي قاعد تحقق من الصحة مثلا انك تبقى عامل عرض الحقل خمسين واليوزر قاعد اكتب في اسماء كتير قاوي في الاسم بتاع الطالب مش بنطب تقول له حاسب انا اكبر عارض ليا خمسين كاراكتر طيب الحاجة الخاصية المهمة اللي بعد كده هل هزا الحقل مطلوب ولا مش مطلوب هل هزا الحقل مطلوب ولا مش مطلوب يعني ايه يعني لو كان تبقى مطلوب بتعرفين البرايماري كي زي ما خدنا استلمات ده حقل مطلوب لازم اليوزر يدخلوا فده اذا هزا الحقل قدام انه مطلوب نفرض حقل ايه جي طالب مسلا ايه يعطى لك اسمو وقال لك يا انا ناسي رقم التليفون عادي ده مش مشكلة رقم التليفون ده ممكن يتساب فاضي شوية بكرة بعد يجي الطالب يكتب لك يدي لك الرقم بتاعه او هو تفعش في حاجات كتيرة زي كتا فايزا ده بحقل ساعتها مش مطلوب يعني ممكن يبقى فاضي ممكن يبقى فاضي لفترة معينة انواع البيانات تيسا مالي انواع البيانات اهم نوع واكتر نوع بيستعمل هو النصي الحقل النصي اللي بنسميه التكست ايه الحقل النصي ده بقى الحقل النصي هو اي حقل بيحتوي على حروف وارقام لا تدخل في عمليات حسابية وعلى متى يعني ايه الكلام ده برضو يعني هالرقم التليفون بيدخل في اي عملية حسابية ما بيدخل جباسعتها اختار رقم التليفون نوعه نصي مع انه ارقام لكنه النصي افضل في المعالجة بتاعته وحجمه اقل من الرقم فانت كل ما اخترت بتنصي كل ما كان ده افضل في عاجات كتيرة زي ما تقول مثلا في عنوانك خمسة شارع مش عارف ايه الخمسة دي لا بتتجمع ولا بتتضرب ولا بتتقلش عليها ايه عمليات حسابية وبالتالي دي نصي اي حروف طبعا تبقى نصي اي علامات تبقى نصي يبقى اذا الحق للنصي هو الحق الذي يحتوي على نصوص وارقام وعلامات بشرط ان يكون الخالة الاولى تكون نص تكون حرف تكون ايه حرف مش رقم يعني يصل لكام زي ما قلتلكم قبل كده يصل لماتين خمسة وخمسين حرف هل انا بقى لو طنشت وما كتبتش حجم الحقل النصي هو يخلل ايه زي ما قلنا قبل كده القيمة الافتراضية ده ماتين خمسة وخمسين وده مش صح ما فيش رقم تليفون او نصي ما بسا فيش رقم تليفون ماتين خمسة وخمسين يعني لكن ممكن اه حداشر اتناشر حسب الارقام لا تحتاج الى اجراء اي عمليات حسابات عينية مفيش يبقى اذا انا مبقل الحقل النصي هو الحق الذي يحتوي على النصوص وارقام وعلامات بشرط الارقام ما تكونش بتدخل في عمليات حسابية تعال نشوف خصائص المهمة طبعا في خصائص كتيرة لكن احنا نشوف الخصائص المهمة اول حاجة لسه متكلمين عليه حجم الحق حجم الحق ده بيحتوي بتكتف فيه في حجم الحق عدد اقصى عدد هتستعمله للحروف في هذا الحق يعني لو قلت رقم التليفون نصي يبقى اقصى عدد كام حداشر اتناشر حسب عدد رقم التليفون لو قلت الرقم القومي رقم القومي معمره بيدخل في عمالة حسابي يبقى اعمل ايه اختاره نص كام اربعتاشر ما اخدهوش بقى متين خمسة وخمسين ليه يعني ما لهوش اي داعي ما لهوش اي داعي انك تستغل او تستنفذ الايه الطاقة التخزينية بتاعتك قصة انها عملية متكررة زي ما هونا الديفولت غاليو لسه ايلكم عليها اللي هي القيمة الافتراضية وهل هو مطلوب ولا مش مطلوب ريكوارد يعني مطلوب النوع التالي من الحقول طبعا فيه خصائص ثانية اه فيه خصائص ثانية كتير لكن احنا بناخد اهم من كده ايه خصائص لان احنا ده مراجع على السنة اللي فيه الحقل الرقمي الحقل الرقمي هو الحقل الذي يحتوي على ارقام فقط ولازم يعني المفروض انه بيدخل في عمليات حسابية بيدخل في عمليات حسابية زي المرتب اكيد ده رقم ده بيدخل في عمليات حسابية بتضرب في رقم عشان تطلع درايب الاسم على رقم مش عارفية وكذا عشان تطلع حوافز ايا كان فده رقم المرتب طول عمره بيبقى رقم وكذا اي حاجة تدخل في اي عمليات حسابية اه تبقى رقم عدد مثلا العناصر في محل لانها بتضرب في فلوس فتدفعها وكذا الخصائص المهمة بقى اللي حقوله رقمية نوع 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 البيانات عندي نوع البيانات في الرقم الكتير شوية بسيطة اول حاجة اول حاجة البيت البيت ده بيخزن ارقام منزل متين خمسة وخمسين بدون قصوح ده حاجة التخزين البيان يعني ما تقول نوع الحقل الرقمي بايت معناها ان هيتخزن في وان بايت الحقل الرقم التاني او العاشر زي ما هو مكتوب كده تلاقي بيخزن من ارقام من الى بياخد اتنشر بايت الانتجر ده عدد صحيح رقم صحيح فقط بياخد من الى دول كسور ما فوج كسور بياخد اتنين بايت العدد الصحيح العدد الصحيح الطويلة بياخد برضو من الى من ناقص خلي باركم كزا الى زائد كزا الانتجر كلمة انتجر معناها ما فيش كسور عدد صحيح بياخد اربعة بايت ده المفرد او ده بيخزن ارقام صحيحة وعشرية يعني ده في كسور ده فيه ايه كسور ده السبعة دي معناها ايه عدد الارقام العشرية اللي فيه موجودة بياخد حجم اد ايه في التخزين بياخد اربعة بايت طب ناقص انت با عاوز ارقام عشرية اكتر من سبعة تاخد الضابل فالضابل او المزدوج بيخزن ارقام صحيحة وعشرية لحق العشرية لحد خمستاشر رقم عشر وبياخد حجم كمان يا بايت شايف ده ضعفنا دايما بتفتكروا ايه السبب ان احنا مهتمين او من الموضوع ده قال ان انت الحكم الواحد بيقرر ممكن مليون مرة فلو اربعة هياخد اربعة مليون بايت لكن ده تمانية مليون بايت يعني ممكن تراقي باعة الوقت الهاردسك بتاعك مش مكافر في انواع تاني على البيانات اه طبعا في المزكئة او الميمو ده حق ما تكتب فيه اللي انت عايزه اه زي ما انت عايز يعني زي ما انت عايز قوي انما اكتر ما ممكنك خمسة وخمسين حرف ده عشان بتفكر نفسك بحاجة معينة او مواصفات منتج او اي امكان انت عايزه فيه التاريخ والوقت الديت والتايم ده بيمكنك من ايه من تحديد نوع الحق يكون تاريخ يكتبه بصيغة التاريخ خمسة شرطة عشرة شرطة الفين وعشرين وهكذا يبقى ايزا ده التاريخ في البولي او المنطقة ده نعم او لا نعم او لا زي ما تقول مثلا هنا نوع الحق يذكر او لو زكر يبقى نعم لو زكر يبقى لا او اي امكان متزوج ولا متزوج اي امكان فيه انواع تانية زي الكائن ده عشان تحط صور مثلا الصور بقى صورة شخصية صورة مستندات صور اي امكان الصور اللي انت عاوز تحطها في الهايبر لينك انك ده الحق ده هتعمل فيه لينكات حاجة تانية لينكات لموضوع تاني يدخل على موضوع تاني يدخل على جدول تاني يدخل على تاني اي امكان على صورة على اي امكان نوع ده الهايبر لينك ده عشان تعط رابط لصفحة او مصار لمكان تاني على جهاز الكمبيوتر ندخل بقى الانبوت ماسك خنا على ادخل قلنا الانبوت ماسك هو ايه عاوز اتحكم في البيانات اللي اليوزر هيدخلها اتحكم يعني ايه يعني زي ما قلنا عاوز اليوزر هيكتب الحروف كابتل حتى لو كتب ارقام ما تكتبش انت طالبة حروف او بالعكس ايه كان عاوز تحطه ارقام فقط يحط لك ارقام فقط وهكزا فتعالوا شو بقى لو جيت عند الانبوت ماسك وعايز تدخل ارقام فقط عايز تدخل ارقام فقط يعني ايه يعني نفرد الحقل بتاعي ده اسمه الرقم القومي الرقم القومي اجي عند الانبوت ماسك في الخصائص بتاع الرقم القومي الحقل ده اللي هو الاي دي ده معروف انه اربعتاشر رقم يقدر يدخل حروف ما يداري وخلي باتكم هنا مكتوب ايه يلزم في حاجات يلزم في حاجات يزم فانا عندي الرقم القومي ده طول عمره هنا في مصر اربعتاشر رقم لازم ارقام لازم ارقام طب ينفع ده حروف ما ينفع يبقى ندور على حاجة في الانبوت ماسكت الفعالية ايه ايه الزيرو وروح كاتل كده اربعتاشر زيرو اربعتاشر زيرو معانا ايه يقدر يكتب اركاب واحد دين ثلاثة اربعة واحد دين تسعة عشر 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 اتناشر تلوتاشر محتاشر ده الرقم القامل يعني كتب ايه بوت ماسكت كده اه ده معانا ايه ان اليوزر لازم يدخل اربعتاشر رقم لازم اه لازم والرقم القومي اربعتاشر رقم فقط اه مفيهوش لحروف ولا اي حاجة يبقى هنا لو تجيت عند الانبوت مصر بتاع الرقم القومي اكتبه اربعتاشر سفر ده معاناها ايه السفر ده السعيد برقم يعني ده ممكن يبقى دين واحد واحد ايه فاليا سكت انتم موارد بسلا تسعينات يبقى تسعة خمسة يعني ممكن يستبدل السفر برقم بس لازم رقم وهكذا كل دي ارقام بقى كل دي ايه ارقام كل دي ارقام يعني ممكن اجيب لك في الامتحان مسلا اولا انا محبش كلم في الامتحان يعني او ناس فهم الحاضر هقول لك اديني الانبوت مصر بتاع الرقم القومي اللي في مصر هتروح اضيت لي اربعتاشر رقم اربعتاشر سفر ليه لان الرقم القومي اربعتاشر رقم طيب طب نفرض انا يعني حاجة اه يعني مش لازم ارقام مش لازم كلها يعني هنا لازم حط اربعتاشر رقم طب نفرض في حاجة تانية ايه ان كانت هي ايه هيحط مسلا ممكن حط تلات ارقام حط اربع ارقام ثمس ارقام يعني مش لازم رقم محدد تسم عدد محدد للارقام يبس اعطي احطها تسعة دي ايه لان التسعة بتسبح بادخال ارقام معلج التسعات اول يعني ايه يعني ايه لو قلت خمس تسعات لو حطيت في الليلة مصر خمس تسعات ده معناها ايه ممكن يحط رقم واحد ممكن يحط رقمين ممكن يحط تلات ارقام اربع ارقام خمس ارقام بس ده نحن ايه فمس تسعات فالتسعات دي مش ايه بش وجوبي لأ دي ببزاجة هتحط ارقام بحد اقصى العدد اللي انت كتبه من التسعات ارقام 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 يبقى الزيرو والتسعات الزيرو والتسع ارقام بس الزيرو لازم بقده عددها لكن التسعات ما تزدش عن العدد اللي انت كتبه يعني كتبت خمس تسعات ممكن تحط خمس ارقام اربع ارقام رقمين رقم ده الفرق بين التسعات والزيروات والزيروز يعني اللي موجودة في الزيرو ده وجوبي لازم لكن التسعات يسمع بعد التسعات او اقلق طب نقل عاوزة ده ادخل بها ارقام او مسافات او علامات ويسمح احط الهاش الهاشتاج الهاشتاج دي دي تسمح باي بقى باي حالة من ده ارقام او مسافات او علامات بعرض الهاشتاج او اقل بعرض الهاشتاج او اقل يعني ايه? يعني هنقول مثل كده عماشي ولو انه مظبوط قوي هنقول مثلا كده العربيات تبقى ثلاث ارقام مثلا واربع حروف ثلاث حروف واربع ارقام ممكن اعملها كده انا ممكن اعملها بس صح يعني مثلا هنعطلها بعد شوية فكده ممكن احط هنا حروف ممكن احطها ارقام للأسف عالكده هنقول هنعطلها انا ارقام طب احنا بقى لازم ارقام ولازم اربع ارقام اعملها ايه? فين اللازم يا ارقام اهي? الزيرو اللي دي لازم. قال لأ طب القاهرة تلت ارقام بس يبقى يشير منهم رقم. واحط ايه? التسعة. لان ها مش لازم. يعني هنا بقى تلت اربع ارقام منهم واحدة مش لازم. لو القاهرة القاهرة بتبقى تلت ارقام اللي بياخد بالهم من ارقام العربية. فالتسعة دي معناها ممكن احطها ممكن ما احطش رقم. لكان التلاتة لازم احطوها. يبقى لا يشتج? ده يسمح بادخال ارقام او مسافات او علامات. طب نبعه اصدقى الحروف. ويلزم. يلزم ادخال الحروف بعضل ايه? يلزم? بل. يلزم الحروف يبقى نحط الل. يعني هنا لسه ينين تلت حروف. ويلزم يبقى ايه? سوف عدلنا فيه ازاي? ده اللي هو ايه? رقم السيارات في مصر. رقم السيارات بايه? بالمصر. تمام? يعني انا لو فيه ده تميز. اعمل فيها ارقام السيارات اجي في بتاعي واعمل كده. ليه? لان عندي ارقام هي اربع ارقام. بس القاهرة بتبقى تلت ارقام. يبقى الرابع بشي وجوبي. يبقى خليه تسعة. وخلي التلاتة وجوبي عشان. لما الرابي ليجي يحط ارقام عربات كده? ما يغلق. لازم يحط هنا ارقام. طب الناحية التانية تلت حروف? اه تلت حروف. تلت حروف ايه جاء? وجوبي? لا. الجيزة الجيزة بتبقى حرفين. يبقى اعمل ايه? اروح شايد منهم واحدة وهشوف الحاجة اللي يسمع. اللي هي ايه? علامة الانسفام. اللي هي اللي بعد جديد. يبقى الال ينزل بدخال حروف. بعدد حروف دي ده. علامة الانسفام يسمح. يسمح يعني ما يسمح يعني اه اولى بدخال حروف بعدد علامة الانسفام. زي ما قلنا من شوية كده بما ان الجيزة حرفين واربع ارقام يبقى التالتة هنا مش موجودة. لكن القاهرة تلت حروف. وتلت ارقاء فانت بتعمل داتا بيز عامة. القاهرة والفيوق والجيزة وكل. يبقى هوا ده شكل ايه من مصر بتاع ايه? السيارات في مصر. بتاع ارقام السيارات في مصر. بان لازم يدخل حرفين. على الاقل والتالت. نسمح له ندخله. وهنا برضو تلت ارقام على الاقل. والرابع اسمح او ما اسمحش حسب المحافظة بتاعيه. حسب المحافظة اللي احنا شغلين فيه. تمام? فده كده يبقى شكل القلب ومصر او قناعة الادخال الخاص بارقام السيارات في مصر. طب البطايا. او الرقم القامل اهو. اربعتاشر زيرو. يعني كل واحدة من لوت. وانا بصمم الداتابيز اكبر المستخدم اللي هيستخدم الداتابيز دي بانه يحط طبقا للشروط اللي انا عايزه. لان انا المصمم. وانا مش عايزه يغلق. مش عايزه ايه? يغلق. طب انا مش عاوز يغلق. طب يا عم اعمل له حاجة. اعمل له حاجة لا تسمح له بالخطر. احط له انبوت مصر. لو هو اجراء يشغل في المرور يبقى حط له مسلا في ارقام السيارات اهو. لو اشغل في البطايا اهو. ده كده في الارقام البطايا اللازم يدخل مدام كل اربعتاشر زير لازم يدخل الاربعتاشر رقم. وإلا يبقى قاسم جدا الداتابيز مش تشتغل. هتقول له اي حاجة. هتقول له اه لو سمح تدخل او اي كان اللي هتطلع. تماما. تعال نكمل الانبوت مصر. ايه? ايه بتعمل ايه بقى? تدخل حروف او ارقام. طب يبقى انا عاوز اجيب الكلام ده انفزه هنا. ده سبول كنتوا بقى اتفكروا فيه. عاوزوا ارقام السيارات في مصر. تستعمل الايه بقى دي. ليه? لان الايه يلزم بادخال حروف او ارقام. كان بكو اللي خدناه قبل كده. اللي خدناه قبل كده. اللي خدناه قبل كده. حروف بس او ارقام بس. دي حروف او ارقام. بعدد حروف الايه دي. تمام? الايه دي يسمع الايه دي بكتوانة قبل. الايه اللي يسمع. بدخول حروف او ارقام بعدد حروف الايه او اقل. عامة دي يسمع. دي هنا يسمع. كبقى الايه الكابتل يلزم حروف او ارقام انت حرة. وقلنا هنجرب هنا. ده التدريب بتاعنا. وده التدريب على المسالين دول. والايه يسمع. بادخال حروف او ارقام. عرض حروف ايه او اقل. طب نفذ عندي فراغات. متكلماش عنها ايه. تيجي علامة الام دي. يلزم دخول حروف او ارقام او فراغات. مسافة فاضي. مسافة فاضي. عاوز ادخل في بتاعي. حاجة بحيس ادخل مسافة فاضي. يعني مثلا. عنا عندنا الرقم القوي متقسم الى رقم واحد. اللي هو القرن. مع دي الرقمين اللي هو السنة. ممكن اعمل منهم مسافة فاضي. حسي بقى الشكل جميل. ارو اعمل كده بقى انتم هتكملوا. كده كده. تبقى فيه مسافة. دي معناها ممكن احط مسافة فاضية. بس مشكلتها بقى نوكي نحط حرفه ويضغط. تبقى مشكلة. متناخد بانه. ما تنفعش اوه في كل الحالات. سي. يسمح بدخول حروف او ارقام او مسافات او علامات. يسمح. هذا بكلمة يسمح يبقى فيها او اقل. يسمح بقدة عدد السي. عدد السيهات. يعني السي سي سي كده. او عدد الايه. او عدد غيره او اقل. في بقى فواصل. مسلا علامة العشرية. ممكن تحطيها. فلو حطيتها معناها ايه موجودة? او عالمة العالة او عالمة الكومة او سيمي كولن او ايه. ودي كده امثلة اللي انا عدد اشرحها لكم. على ايه? على قناع الادخال. والى اللقاء في المحاضرة القادمة ان شاء الله. في المدرج ان شاء الله. زي يوم الحد القادم في انتظاركم جدا. تلبسوا بكمامات وانتوا جايين. علشان تخاف على نفسك على صحتك. وتخاف على الناس التانين. وشكرا جزيلا.